طيب النهاردة في ماتش للسنغال شايفو زي مبارا صعبة المتخب السنغالي أليو سيسيل المدير الفني أكد انه السنغال فقدت كوه كلاسيكية موجودة ككوه هجومية بفقدان ساديو مانيه لأصيب قبل ما ينضم اليوم واحد للمتخب السنغالي في آخر مباراة مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني أكيد ساديو مانيه مهم جدا مؤثر حتى لو مش فحالته بيأثر بيأثر حتى في وجوده في أمم أفريقيا الأخيرة ما كانش بيقدم في المباراة الأولى بشكل كويس لكن بيقدر سنغالي تكسب في وجود ساديو ماني بيسحب معاه مدفع أي غير كيف يعمل نفسي في وجوده في الملعب على الفريق الثاني زي صلاح مع متخبنا الوطني حتى لو ما كانش في حالته بس بيقدر أنه يعمل حالة إيجابية في المنتخب الوطني النهاردة يكون في مواجهة أمام المتخب الهولندي مباراة صعبة جدا تتبع لمجموعة الإكوادور وقطر الفوز فيها يكون مهمة لكل المنتخبين مباراة ما أعتقدش أنها تكون صعبة قوي على المنتخب الهولندي المنتخب الهولندي عنده حلول كتيرة وعنده دفاع قوي يقدر أنه طبعا بقادة برجل باندايك اللي بلعب مع محمد صلاح في ليفربول وساديو مانيم في السابق أعتقد المنتخب الهولندي دي بالنسبة للنقطة حاول أنه غاب عن روسيا 2018 ومنتخب دائما مرشح للوصول أدوار إقصائية والجيل ده محتاج أنه يحقق بطولها وعينه على أنه يحقق الفوز الأول لأنه دايما المنتخبات الكبيرة المرشحة للقب أصعب مباراة هي أول مباراة فالمنتخب الهولندي دي بالنسبة له أصعب أصعب مباراة في المجموعة لأنه المنتخب الإكوادوري على ما قدم أمام المنتخب القطري مش هيكون صيد صعب للمنتخب الهولندي لو قدر المنتخب الهولندي أنه يفوز في أول مباراة